بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية وأعرب سموهما عن تمنياتهما لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء وللأمتين العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة كما بعث سمو الشيخ منصور بن زايد آل هيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية